أهلا بكم تتصاعد حدة المخاوف بشأن عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط في ظل أوضاع ملتهبة تشهدها المنطقة بين إيران وإسرائيل ووفقا للتصنيف العسكري الدولي فإن القدرات العسكرية لكل من إيران وإسرائيل تبدو متقاربة حيث تحتل تهران المرتبة الرابعة عشر عالميا فيما تحتل تل أبيب المرتبة السابعة عشر ضمن أقوى جيوش العالم يقدر إجمالي عدد أفراد الجيش الإيراني إلى أكثر من مليون فرد بينهم 575 ألف جندي عامل و350 ألف جندي احتياطي وتسعون ألف عنصر من القوات شبه العسكرية أما جيش الاحتلال فيقدر إجمالي عدد أفراده بما يقرب من 650 ألف فرد بينهم 173 ألف جندي عامل و465 ألف جندي احتياطي و8 ألاف فرد قوات شبه عسكرية من الناحية الجوية يظهر التفوق واضحا للصالح إسرائيل التي لديها طائرات مقاتلة أكثر عددا وتطورا وتسلحا حيث تمتلك أكثر من 611 طائرة حربية تجعلها في المرتبة الرقم 18 عالميا فيما تمتلك إيران 551 طائرة حربية معظمها منذ عقود أو روسية قديمة الصنع بذلك تحتل المرتبة الرقم 21 عالميا تمتلك الدولتان الآلاف من الطائرات المصيرة مختلفة الأنواع بعضها هجومي والبعض الآخر للاستطلع وقد ظهرت هذه الطائرات في عدة مناسبات عسكرية أو عملياتية في الشرق الأوسط تضم القوات البرية الإيرانية 4071 دبابة وأكثر من 69 ألف مركبة عسكرية و580 مدفعا ذاتي الحركة و250 مدفعا مقتورا و1050 أو 5080 راجمة صواريخ إما القوات البرية الإسرائيلية فتضم 221 دبابة وأكثر من 56 ألف مركبة عسكرية و650 مدفعا ذاتي الحركة و300 مدفع مقتور و300 راجمة صواريخ يحتل الأسطول الحربي الإيراني المرتبة رقم 37 عالميا حيث يمتلك 101 وحدة بحرية بينها 7 فرقاتات و3 كوربيتات و19 غواصة إضافة إلى سفن الدورية وكاسحة الألغام البحرية أما الأسطول الحربي الإسرائيلي فيحتل المرتبة رقم 40 عالميا بامتلاكه 67 وحدة بحرية بينها 7 كوربيتات و5 غواصة إضافة إلى سفن الدورية تمتلك إيران المئات من الصواريخ الإيرانية بعيدة المدى التي أثارت حفيظة الغرب فيما تمتلك إسرائيل صواريخ استراتيجية دقيقة بتكنولوجيا أمريكية تستطيع ضرب العمق الإيراني لا تمتلك إيران قدرات عسكرية نووية لكن الدول الغربية تتهمها بمحاولة تطوير برنامج نووي سيؤدي إلى تطوير أسلحة نووية في المقابل بينما لا تصرح إسرائيل بامتلاكها قدرات نووية فإن التقارير تشير إلى أنها تمتلك عشرات الرؤوس النووية تقدر ميزانية الجيش الإيراني بنحو 10 مليارات دولار أما ميزانية جيش الاحتلال الإسرائيلي فتقدر بنحو 25 مليار دولار وفق آخر الإحصاءات الرسمية العالمية إذن قدرات عسكرية تبدو متقاربة بين إيران وإسرائيل في ظل مخاوف دولية من 9 رقعة أسرع بالمنطقة وفي ظل دعوات دولية بضرورة عدم التصعيد في الشرق الأوسط